يكاد يكون القطاع المصرفي هو القطاع الوحيد المنتج بين باقي القطاعات الخدمتية التي تعاني أزمات متراكمة بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني هذا الواقع الذي ينعكس عجلا في المالية العامة قد يفقد ثقة بالدولة فهل يخشى الناس إفلاسها؟ سؤال يقلق المواطنين ونستطلع ردودهم عليه مرحبا متخوف من أنه تفلس الدولة؟ لا ما متخوف أنه تفلس الدولة كل حياة الدولة هيك وحي تبقى هيك ما في شي بخوف ما في شي بفرجيك أو بخليك ترتاح بأي وضع أو ضع حتى نحن شغلنا الخاص كمان متراجع خاف أنه البلد يفلس وخاص الوضع الحالي السياسي والمادة المالي عم بتراجع لورا المجتمع الدولي بدوره ينبه الدولة ومصارفها من مخاطر استمرار الجمود في الاقتصاد فيخفض تصنيفها من الإيجابي إلى السلبي ما هي تأثيرات هذا التصنيف أو هذا التخفيض في التصنيف على الدولة والقطاع المصرفي وعلى الناس؟ بالتالي هذا السؤال يجيب عليه الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية غازي وزني مرحبا برأيك شو ارتدادات هذا الإجراء على الدولة وعلى القطاع المصرفي وبالتالي على الناس؟ فيما يتعلق بالتأثيرات على الدولة اللبنية أكيد تأثيراتها محدودة وعلى القطاع المصرفي أيضا تأثيراتها محدودة جداً أنا أولاً على صعيد الدولة أنه أولاً هل خفض التصنيف الاقتماني مش هيقدي إلى رفع معدلات الفوات باللبنان أي لن يؤدي إلى رفع كلفة استدانة الدولة هيا أولاً والثاني شي لن تؤدي إلى زيادة تخدمة الدين العام والثاني شي لن تؤدي إلى تهديد الاستقرار نقدي بالليرة اللبنانية لأنه الاحتياطات تبع مصرفي لبنان كبيرة جداً أما فيما يتعلق بالكتاع المصرفي اللبنان أيضاً كمان أنه ما بيأثر شي كثير عليها رغم انكشافه على الدين السيادي اللبناني أسباب متعددة نهون أنه تأثيرات على الدولة اللبنانية أو تأثيراتها على المصارف التي أو على الكتاع المصرفي محدود جداً شكراً الأزمة المالية هم آخر يثقل كاهل المواطني وكأن لم يكفهم الانفلات الأمني والانقسام السياسي ليلاحقهم هاجز الإفلاس وليام عزام لبرنامج اليوم على الحرة بيروت